اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين مساء الفل عليكم النهاردة نتكلم عن اهم الاحداث اللي حصلت في الدول العربية والغير العربية وهنعرف كمان حاجات مهمة جدا بتحصل حوالينا منها الخير ومنها الشرق قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس نعمل لايك وشير للفيديو اللي وعجبكم الفيديو الخبر اللي نازل معنا اول حاجة طبعا حابة اتكلم معنا برغم انها من عشر ساعات تقريبا احداث استشهاد الفلسطيني ابراهيم النبلسي من ارض نبلس بفلسطين والموضوع نازل بالتفصيل على موقع سبوتنك بيقول ان مسؤول عسكار اسرائيلي ان حصل تبادل اتلاق نار مع ابراهيم النبلسي استمر ثلاث ساعات ومش عارفين يعملوا مع حاجة في النهاية ضربوا بالصواريخ يعني الراجل فضل يضرب فيهم وقاتل معاهم لاخر اللحظة في حياته الخبر هو بيقول على موقع سبوتنك كشف مسؤول عسكري اسرائيلي ان تبادل اتلاق النار بين الكوات الاسرائيلية والناشط الفلسطيني ابراهيم النبلسي بمدينة نبلس شمال الضفة الغربية المحتلة استمر لمدة ثلاث ساعات قبل اتلاق صواريخ على المنزل الذي تحصن بداخله ما ادى الى مقتله وقالت صحيفة يا دعوات احرانوت العبرية نقلا عن مسؤول كبير في الجيش الاسرائيلي انه اثناء اختيال ابراهيم اطلقت صواريخ اسمها لاو على المبنى اللي كان جواه وفي النهاية تم اطلاق صاروخ تاني اسمه متادور دي عبارة عن صواريخ محمولة على الكتف عامنا زي الار بي جي كده ما تسبب في انهيار المبنى ومقتل النبلسي ومساعده الذي كان برفقته واضاف انه خلال الاشتباكات قتل كلب من وحدة يمام قوة الخاصة بالشرطة الاسرائيلية وتم العصور داخل الشقة اللي تحصن داخلها النبلسي على عبوات ناسفة معدل القصف وذلك بعد ثلاث ساعات من القتال لم يصب خلاله ايا من عناصر قوات الامن الاسرائيلية ده للأسف في عملية اختيال النبلسي شارك عناصر من يمام قلنا يمام دي عبارة عن قوة خاصة طبع اسرائيل والجيش الاسرائيلي وجهاز الامن العام الذين قدموا المعلومات عن مكان تواجده طب ايه اللي حصل بحسب المصدر ذاته حصرت الكوات الاسرائيلية المنزل بتاع ابراهيم وطلبوه في الاول انه هو يسلم نفسه ولكن هو رفض فبدأ انه هما يأمنوا المكان وكانوا كمان مش عايزين اي حد يخش ولكن فيه ناس كتير كانت بتساعدوا وفيه ناس كتير اتصابت فيه تقارير بتقول ان فيه تلاتين فلسطيني اتصاب في اليوم ده لان هما كانوا بيحاولوا يساعدوه على قد ما يقدروا المهم عملوا حصروا المكان اللي هو كان مستخب فيه وعازلوا خالص علشان ما حدش يقدر يساعدوا ولا يقدر ياخد مساعدات من اي حد وبعدين بدأوا يتكلموا تاني انه هو ينزل مرداش وبدأ بقى ان هو يدرب نار عليهم فهم بدأوا ان هما كمان يرد عليه بالنار واستخدموا وسائل خاصة من بناء صواريخ محمولة على الكتف وتدولة وسائل اعلام فلسطينية مقطع مسجل منسوب للناشط بكتائب شهداء الاقصى الزراع العسكري لحركة فتح قبل لحظات من اختياله على يد قوات اسرائيلية خاصة بمدينة نبلس شمال الضفة لما لقى نفسه خلاص ان هو دي صورة الشهيد زي ما انتم شايفين ده ابراهيم ابراهيم النبلسي موليد تسعة وتسعين يعني عنده حوالي تلاتة وعشرين سنة ولكنه اكبر من كعانهم وجيشهم واستقبارهم السلام عليك شهيدا فارسا مقداما قرارا ده واحد على تويتر كاتب عليه كده دي صورته الشاب زي الفل مهم الولد لما لقى ابو الناشط لما لقى نفسه خلاص ان هو عارف ان هو هيستشهد عمل تسجيل في ناس كتير بتقول ان هو صوته وان التسجيل ده تابعه ولما لقى نفسه خلاص تحاصر والجيش الاسرائيلي موجود ارى وصيته قال بحبه ام كتير حفظه على الوطن من بعدي وبحياة عرضكم ما حدا يترك البرودة انا هيني محاصر يعني انا هنا محاصر ورايح استشهد ادعول واهلة قناة كان الاسرائيلية الرسمية انه بينتمي النبلسي الى كتاب شهداء الاقصى الزراع العسكري لحركة فتح وقد هرب بعدة مرات من محاولات اعتقال قام بها للجيش الاسرائيلي وقوات الامن التابعة للسلطات الفلسطينية واضافت ان المرة الاخيرة اللي حاول فيها الجيش الاسرائيلي اعتقاله كان من حواله اسبوعين وقتها تم مقتل اتنين فلسطينيين في تبادل اطلاق النار مع القوات الاسرائيلية في نبلس وزعمت القناة ان نبلسي كان متورط في هجوم اطلاق النار على قبر يوسف اللي حصل في نهاية شهر ستة اللي فات حيث اصيب جندي ومستوطنان ده الموضوع هل الموضوع خلص على كده هوريكم خبر تاني هوريكم امه حقيقة يعني انا ما شفتش كده شايفين الديحكة اللي على وشه ايه نفس الدحكة على وشه امه بالزبط في الجنازة بتاعته النهاردة خبر نازل هون من 3 ساعات على موقع مصراوي الصورة اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي صورة مامته الدحكة يعني بتدل على ايمان وتدل على صبر كبير وعلى تدل على ان الشعب الفلسطيني مش هيسكت الا ما يحرر اراضيه فعلا موقع مصراوي بتقول والدة الشهيد ابراهيم النبلسي تحمل سلاحه وجثمانه وتبتسم في جنازته حملت والدة الشهيد ابراهيم النبلسي كتيبة شهداء الاقصى في نبلس سلاحه وصارت في جنازته لتوضيعه الى مثواه الاخير بعد اختياله على يد الاحتلال اسرائيلي صباح اليوم السلساء في البلدة القديمة بنبلس اذا ما انتم شايفين اهي ماشية ومعها السلاح بتاعه وكأنها بتقول انت مش لوحدك كلنا هنجاهد في ان احنا نحمى ارضينا وندفع عنها كما حملت ايضا والدة الشهيد جثمان وهي مبتسمة بابنها الذي ارتقى شهيدا وهو يدافع عن ارضه ووطنه رفضا الاستسلام حتى اختالوا الاحتلال اسرائيلي رفقة اتنين من الشباب الفلسطيني في منزلهم اللي كانوا مستخبيين فيه بالبلدة القديمة وشيعة الالاف من ابناء شعبنا جثمين شهداء نبلس القائد ابراهيم النبلسي ورفقيه اسلام صبوح والطفل ابراهيم طه اللي زين استشهدوا صباح يوم الثلاث خلال اشتباك مسلح معهم بعد محصرتهم في احد المنازل وانطلق موكب التشييع المشترك للشهداء الثلاثة اللي زين لفت جثمينهم بالعالم الفلسطيني من امام مستشفى رافيديا بمشاركة ممثل القوة والمؤسسات والفعاليات المختلفة الى جانب بيئات المسلحين الملثمين وغير الملثمين والذين واصلوا اطلاق الرصاص في الهوى طول فترة التشييع اكراما للشهداء وتعبيرا عن غضبهم وتحديهم للاحتلال وتقدمت والدة الشهيد للموكب لعدة مرات وحملت جثمان وهيتردد التجبيرات ودي صورته زمانتو شايفين والقيت كلمات التأبين التي دانت جراء من الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني واكدت على حق شعبنا في المقاومة وورى الشهداء الثرى في مقابر المدينة وسط حالة من الغضب والحزن وسجيت جثمين الشهداء في مدينة او في مدان الشهداء معزرة وسط المدينة دي كانت الحكاية النهاردة قبلنا زعلين جدا ولكن في نفس الوقت فرحانين انه هو ارتقى في مكان يعني الكل بيحلم به واحد بيدافع عن بلده حتى النفس الاخير الخبر اللي بعد كده معنا من روسيا النهاردة حصل انفجارات حوالي اكتر من اتناشر انفجار في قاعدة جوية في القرم وروسيا بتوضح سبب الانفجار هاي الاوكرانية هاي السبب في هذا الانفجار ولا ايه اللي حصل بالزبط ذكرت وسائل اعلام او وكالة الاعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع قالت ان الانفجار اللي حصل النهاردة في شبه جزيرة القرم نجم عن انفجار زخيرة يعني في زخيرة ولعت ففجرت في اللي جنبها وانه لم يصفر عن سكوت ضحايا واضفت الوزارة ان ما كانش فيه هجوم على القاعدة ولا حاجة زي ما اشيع كما لم تتضرر اي معدات عسكرية في الانفجار واظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل تصعد الدخان في سماء المنطقة زي ما انتوا شايفين كده في الصورة الدخان وشكل الانفجار ولم يتسنى بعد التحقق من صحة هذه المقاطع او ده كمان صورة تانية من شكل النار والدخان زي ما انتوا شايفين ده زاوية تانية من التفجير وقال اتنين شاهدان ان ما لا يقل عن اتنشر انفجار كانوا حصلوا سمعوا دويهم في غضون دقيقة ولم ترد انباء من الجنب الاوكراني عن اي هجوم في المنطقة يعني حتى اوكرانيا ما قالتش انها السبب في الضرب ولا اي حاجة نواضح فيها غلطة حصلت فالزخيرة اتفكرت فده السبب اللي حصل النهار ده في روسيا على حد قولهم خبر اللي معانا بعد كده عن وكالة نفوسي عن الطيارة المسايرة الجديدة روسيا بتتحدى الغرب بسلاح جديد كل شوية نسمع عن الصين وروسيا بيطلعوا ويبتكروا اسلحة جديدة يخوفوا بها العالم الطيارة اللي انتوا شايفينها في الصورة اسمها سايروس سايروس دي طيارة جديدة طب ايه مميزاتها او بتقدر تعمل ايه هو لسل غد دلوقتي قالوا ان هم هيتلقوها خلال هذا العام لكن ايه مميزاتها بتقول معلومات نشرتها وكالة التاسر روسيا ان بوسع هذه الطيارة التحليق لمدة تصل لاربعين ساعة متواصلة وده رقم كبير جدا وهي متخصصة في الهجوم والمرأبة وبيبلغ طول جناحيها خمسة وتلاتين متر فيما تصل سرعتها المية وتمانين كيلو في الساعة وبتحلق على ارتفاع يصل لتنشر الف متر وبوسع زيط طيارة الطيران بحمولة قطالية تصل لربعمية وخمسين كيلو جرام يعني دي تعتبر اكبر طيارة مسيارة ممكن نشوفها انها بدون طيار زمانتوا شايفين اه الخبر اللي معنا بعد كده عن مؤسسة خليفة الانسانية اه تبع الامارات بترسل مساعدات غذائية وطبية لدولة السودان كلك عارفين السودان متبهدلة ان كان المظاهرات او كامل الاشتباكات اللي على الحدود او ان كان كمان بيحذروا من كارثة تانية وهي الفيضانات احتمال مية عمالة تعلي عليهم وفيه فيضانات ممكن تبهدل السودان زي كل سنة نفذت مؤسسة خليفة بن زايدة النهيان للاعمال الانسانية اغاثة عجلة شملت مساعدات غذائية وطبية الى دولة السودان بتحتوي على 380 طن من المواد الغذائية الاساسية واربعة ونص طن من الادوية مخصصة للمتأثرين والنازحين بولايات درفور وقالت وكالة انباء الامارات ان ارسال المساعدات جه بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات وبمتابعة الشيخ منصور بن زايد رئيس مجلس الوزارة وزير دوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة وشملت المساعدات الغذائية مواد اساسية ذا الرز الدقيق السكر اللبن الشاي العتس بالاضافة الى منتجات العناية الشخصية وبالاضافة للمساعدات الغذائية والطبية تم البدء بحفر 8 أبار لاستخراج المياه الصالحة للشرب اربعة منها في شرق درفور واربعة في غرب درفور وذكرت المؤسسة ان الاستمرار في تسيير المساعدات لدولة السودان يأتي تنفيذا لتوجهات القيادة العليا بدولة الامارات قطر الف خروم الحقيقة ان هم بيساعدوا دولة السودان عندهم مشاكل كبيرة جدا الخبر اللي معنا بعد كده على موقع بوابة اخبار اليوم فاكرين الفتحة او الحفرة الكبيرة اللي كانت في تشيلي وقلنا عليها وفيه ناس قالت ده هتلع منها جوج وما جوج وفيه ناس قالت ده غريبة وشكلها اغرب اه لو متابعين الخبر او عارفينه النهاردة طلع تحديث بيقولوا ان الحفرة بدأت تتسع تاني وكمان بدأت تعمك اكتر الحفرة العملاقة في تشيلي بتتسع والسلطات تتدخل ذات حجم الحفرة العملاقة اللي ظهرت في تشيلي في تلاتين سبع اللي فات لغاية ما بلغ قطرها عرضها يعني خمسين متر بعد ما كان خمسة وعشرين شوفوا كترة الضعف وامكها كان حوالي مية تمانية وتسعين كترة اتنين متر بقى متين متر ما دفع المسئولين لطلب التوقف عن العمل في منجم النحاس القريب لنهم شكين ان هم بيحفروا في الارض فده اللي سبب في ان الحفرة اصلا تبقى موجودة وتتسع بهذا المنظر وقالت الهيئة الوطنية للجيولوجيا والتعدين انها لا تزال تحقق في ظهور هذا التجويف بالقرب من منجم الكابروسا اللي بتديره شركة لوندين ماينينج الكندية على بعد ستمائة خمسة وستين كيلو شمال سانتياجو اللي هي عاصمة تشيل بالاضافة الى الامر بوقف جميع الاعمال في المناجم اللي حوالين الحفرة قالت هيئة الجيولوجيا انها كمان هتفرض عقوبات دون ان تقدم تفاصيل بالزبط ايه العقوبات لو حد جيه جنب الحفرة قد دوتي محدش عارف ايه سببها ولكن الحفرة عمالة تكبر وتوسع وتعرض وبقت حاجة غريبة جدا جدا الخبر اللي معنا بعد كده عن مصيبة حصلت في مصر النهاردة حاجة كده شبه اللي حصل لنا يرأى الشرف دلوقت يا جماعة بس اين كان من الغلطان في العلاقة فيه ساعات فيه ناس بتحمل المسئولية على البنت بانها السبب في انها تخلت عن خطيبة او اين كان ورمته وفيه ناس بتحمل على الولد انه هو مثلا ما ينفعش انه البنت تسيبه الراجل هو اللي بيسيب يعني اين كان الاسباب اللي بتحصل ما بين الخطيب او البنت او الولد المرتبطين لو فكوا حتى ان كان اي السبب مش توصل الموضوع للقتل خبره بيقول ادل المتهم بقتل فتاة طعنان بسلاح ابيض في انحاء متفرقة بالجسد في مدخل عمارة سكنية بمحيط محكمة الزئزيء امام المرة باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الوقع وقال قاتل فتاة الشرقية في اعترافاته انه تخلص منها بدفع الانتقام لصبقة ارتباطهم بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها لانها قامت مؤخرا بالتخلى عنه وانهاء تلك العلاقة دون رغبته وما اثار حفيزته فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها زي بالضبط اللي حصل مع مين نيره واضاف المتهم انه في سبيل تنفيذ مخطته قام باعداد السلاح الابيض اللي هو السكينة ونظرا لعلمه بتردد المجنى عليها على احدى اماكن التدريب الموجودة في المحل او في الموجودة في العمارة اللي هي جنب المحكمة قام اليوم بانتظارها امام العقار ولده وصولها فجأة رح بغتها بعد التعنات فاحدث اصابتها التي اودت بحياتها رح قتلها وقلقت الاجهزة الامنية اليوم التلاتة القبض على مرتكب الوقع وما ادى الوفات هالسبينت ماتت يعيني وراحوا ابدوا عليه وكمان وابدوا على مسكوا سلاح الجريمة فهو الحمد لله ان الشرطة قدرت انها يعني على طول ان هما يجبوه القاتل اسمه اسلام محمد فتحي من مواليد خمستاشر ستة الفين يعني الولاد عنده اتنين وعشرين سنة طالب بكلية الاعلام باكاديمية الشروق ومقيم بالشروق قام بقتل سلمة بهجة محمد من مواليد واحد يناير الفين طالبه في نفس الكلية ومقيمة بشقة في العقار الكائن بشارع الشيخ بدائرة مركز ابو حمد وتم ضبطه بحوزاته قطعة سلاح ابيض سكين وبمناظرة الجصة المجنة عليها تبين انها مرمية على الارض في مدخل الامارة وفيها اكتخيلوا كم طعنة سبعتاشر طعنة سبعتاشر طعنة يا مؤمن خمستاشر من قدام واثنين من ورا وبمناظرة المتهم تبين وجود رسم على صدره باللون الاسود مدون عليه سلمة حبابتي ورسم تاني على دراعه اللي مين باللون الاحمر مدون عليه اسم سلمة يعني الارض مجنون بمعنى صح وجر عرض المتهم على النيابة فانا مش عارفة والله الناس الجنانة ولا ايه اللي حصل واخر حاجة بقى يعني رمز الشر كله اعمال صفلية بقى وصور العشرات الضحايا اللي لقيته شرطة في منزل دجال في اللقصر انا عارفة ان الموضوع ده ملوش دعوة بالاحداث اللي في الدول ولكن بوريكم قد ايه ان في ناس بتبقى قلبها جواه اسود يعني حاجة لاعلم بها لربنا عثرت اجهزة الامن في محافظة الاقصر في منزل الدجال اللي جرى القبض عليه بقرية اصفون المطانة التابع لمركز اسنة على عشرات صور لاشخاص كان المتهم باستخدمها بتنفيذ اعمال سحرية بهدف ازاقهم وعثرت الشرطة على عدد من الاعمال السحرية باسماء اشخاص من القرية والقرى المجورة بالاضافة للادوات اللي كان باستخدمها في اعمال الدجال والشعوازة وتجمع النهاردة المئات من ابناء قرية اصفون باسنة جنوب لقصر قدام منزل الدجال ده وهتفوه اطلع يا كافر اطلع يا كافر وطلعوا الدجال من منزله وسلموه للاجهزة الامنية ولما الاجهزة الامنية جات لقوا في بيته بقى صور ناس كتير بقى من بلاد متفرقة وادوات اعمال سفلية وقرف طب اتعرف منين هزا الرجل الدجال بدأ الموضوع بمقطع فيديو تم تصويره خلصة يعني من غير ما ياخد باله اثناء قيامه باعمال سحر على قلب توب وانتشر الفيديو على مواقع التواصل وكان تلقى اللواء هشام عبدالغفار مدير امن اللقصر اختار من مركز شرطة اسناء بان فيه ناس متجمهرة كتير قدام منزل ولما راحوا هناك عارفوا ان الناس متجمهرة قدام منزل احد الدجالين فراحوا على طول راحوا علشان ما يبقاش فيه احسن يقتلوه ده لازم ان يتقبض عليه وتبايا من اهل القرية ان الراجل اسمه ميم الف ما ذكروش اسمه عنده حوالي حاجة وخمسين سنة انتشر ليه فيديو وهو بيجيب بيعمل سحر اسود على القلب من التوب ومعمول عليه صورة حد وبيكفنه استعدادا لدفنه في احد المقابر حتى يصاب صاحب العمل بالموت وتم فض التجمهر من قبل الاجهزة والقبض على المتهم وبحاوزات ومئات من الصور الفوتوغرافية الاشخاص كان بيئزيهم وتم تحرير محضر بالواقع وتولت النيابة التحقيق في الواقع انا هسيب لكم التعليق شكرا واشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الاخبار واتمنى الفيديو يكون عجبكم